إذن مشاهدين في الضفة تخوض إسرائيل حرباً لا تختلف كثيراً هذه الحرب عما يجري في قطاع غزة ربما بعنوين مختلفة أحدث الإجراءات الإسرائيلية كان المصادقة على مصادرة أكثر من 12 كيلو متراً مربعاً من أراضي الضفة الغربية إذ تعد العملية الأكبر منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 و أورد بيان لمنظمة السلام أن الأراضي التي حولتها إسرائيل في يونيو المنصرم إلى أراضي دولة تقع في منطقة غور الأردن وبهذه المصادرة ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل أراضي دولة منذ بداية العام إلى 23.7 كيلو متر مربعاً يعيش في الضفة الغربية بدون القدس الشرقية أكثر من 490 ألف مستوطن في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقع المساحات الأخيرة المصادرة بالقرب من مستوطنة يافيت في غور الأردن وتعتبر محمية طبيعية أو أرضاً عسكرية وشهدت ثمانينيات القرن الماضي إعلن إسرائيل مئات آلاف دونمات أراضي دولة إلا أن حكومة إسحاق ربيين عام 1992 أعلنت وقف مصادرة الأراضي في الضفة الغربية وفي عهد نتنياهو تحديداً عام 1998 تم استئناف هذا الإجراء لتتوالى بعدها إعلانات المصادرة وتعتبر الأمم المتحدة تسريع إسرائيل بناء المستوطنات غير القانونية يهدد بالقضاء على أي احتمال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ترجمة نانسي قنقر